تحية طيبة مشاهدين أينما كنتم أهلا بكم إلى جولة في أبرز العنوين صدر في الصحف العربية والأجنبية لنهار اليوم البداية ستكون مع صحيفة المساء الجزائرية والتي عنونت صدر صفحتها بعد إخماد غالبية البؤر والشروع في إحصاء المتضررين لتعويضهم هبا تضامنية تهزم الحرائق في الجزائر إذن إخماد أزيذ من ثمانين بالمئة من الحرائق والشروع في إحصاء المتضررين تقول صحيفة كالعادة في الأوقات العصيبة والمحن والشدائد لم يتخلف الجزائريون عن التضامن ومديد العون للوقوف جنبا إلى جنبا مع مختلف الجهات الرسمية للدولة التي هبت لنجلة الولايات المتضررة من الحرائق هذا وتمكنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية من السيطرة على ثمانين في المئة من الحرائق التي اندلعت عبر ستة عشر ولاية من البلاد فيما تتواصل عمليات الإخماد على مستوى ثلاثة عشر بؤر موزع عبر سبع ولاية كما باشرت السلطات المحلية بالمناطق المتضررة من الحرائق في الجزائر معاينة الأضرار للمضي في إجراءات التعويض وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية الجزائرية العربي الجديد تكلبت في نفس الشأن وقالت حرائق الجزائر موعد سنوي مع الجحيم وكتبت منذ عام الفين وثمانية عشر تجد الجزائر نفسها في كل موسم صيف على موعد مع حرائق الغابات التي تودي بحياة العشرات وتتسبب بخسائر بيئية واقتصادية هائلة وهذه السنة اشتاحت حرائق الغابات مناطق عدة في البلاد فأودت بحياة أربع وثلاثين شخصا على الأقل بينهم عشرة جنود وأجبرت نحو ألف وخمسمائة شخص على إخلاء منازلهم في وقت يشهد شمال إفريقيا وجنوب أوروبا بوجة حر شديدة حيث سجلت درجات حر قياسية فاقت خمسين درجة مئوية في عدد من دول البحر المتوسط نقرأ في ذات الصحيفة أيضا أنقرة تجمع عباس وهنية إذن أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اجتماعا ثنائيا مع نظره الفلسطيني محمود عباس الذي يقوم بزيارة إلى تركيا عباس أطلع أردوغان على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته فيما أكد الرئيس التركي مواقف بلاده الداعمة للشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس إلى القدس العربي ونقرأ فيها استشهاد ثلاثة مقاومين عند بوابة جبل جرزيم في نابلوس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي إذن قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة مقاومين خلال اشتباك مسلح على قمة جبل جرزيم جنوب مدينة نابلوس وتبنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان لها الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا في اشتباك مسلح مع قوة الاحتلال صحيفة الشرق الأوسط تكلمت عن لقاء جمعها ببر وقالت في بر للشرق الأوسط خرق في جدار أزمة الفراغ الرئاسي طبعا في لبنان إذن خرقت الأجواء أو خرقت الأجواء التي رافقت انطلاقت الجولة الثانية للموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لوديريان في لبنان رتابة المشهد السياسي في هذا البلد مع خروج رئيس البرلمان نبيع عفوا بري خروجه بتصريحات مفاجئة تحدث فيها عن أن اللقاء الذي جمعهما فتح كوة من جدار أو في جدار أزمة الفراغ الرئاسي المستمر في البلاد منذ نوفمبر الماضي وكان أول لقاءات الموفد الفرنسي مع بري الذي قال للشرق الأوسط إن لوديريان وضعه في أجواء اجتماع اللجنة الخماسية من أجل لبنان في الدوحة واستنتج بري من خلال طبعا هذا اللقاء أن خرقا قد حصل في الملف الرئاسي اللبناني رافضا تحديد الأسباب الدقيقة لتفاؤله الكبير في المقابل كانت مصادر دبلوماسية فرنسية أكثر حددا وخوفا من التفاؤل المفرط لكنها أكدت لصحيفة الشرق الأوسط وجود أجواء بناء في هذا الملف صحيفة الباريزيان الفرنسية عادت لطبعا أولمبياد الذي سينعقد في صيف الفين واربعين وعشرين في باريس وقالت سنة قبل انطلاق الأولمبياد أولمبياد باريس تخوفات أمنية في باريس حيث ستشهد الألعاب الأولمبياد الصيفية المقررة في باريس من السادس والعشرين جويليا إلى طبعا الحادي عشر أوت الفين واربعين وعشرين مشاركة كثير من النجوم نجوم الرياضات المختلفة عبر العالم فيما قالت تقارير إن منظمي أولمبياد باريس الفين واربعين وعشرين بحاجة إلى توقع أفضل لدورة الألعاب الصيفية ووضع اللمسات الأخيرة على التغطية الأمنية للدورة وحذرة من أن حفل الافتتاح على نهر السين يمثل تحديا أمنيا خاص في هذا البلد صحيفة الغارديون البريطانية عادت لموجة الحر التي تضرب طبعا دول البحر الأبيض المتوسط قالت موجة حرائق تضرب دفتي المتبسط وتستمر في هذا الجانب موجات الحر والحرائق في أنحاء العالم هذا الأسبوع إذ تكافح دولا كاليونان الجزائر تونس تركيا إيطاليا تكافح للسيطرة على حرائق بينما تستعد دول أخرى كبلغاريا لموجة جديدة وبينما تستقبل عواصف شديدة من الحر حيث أبدى حريق كبير في جزيرة رودوس السياحية أيضا في جنوب شرق بحر إيجا في اليونان إلى إجلاء أزيد من 32 ألف سائح خلال أكبر عملية من نوعها في الإجلاء تشهدها اليونان على الإطلاق وسط موجة حر شديدة بحسب ما أعلنته السلطات المحلية في اليونان مشاهدين كانت هذه أبرز العنوين الصادرة في الصحف لنهار يوم نلقاكم بعد قليل في فقرة قراءة